اهلا بحضراتكم من جديد علشان يعني نكمل يوم او نكمل في توقعات صح في ناس توقعت دخول اسبانيا لكن روسيا اللي دخلت مباراة تانية توقعنا اكيد كلنا كرواتيا كرواتيا كسبة منتخب الدنمق وبالتالي منتخب كرواتيا واحد من المنتخبات المرشحة بقوة للفوز بكأس العالم يعني كلنا شفنا المستوى اللي تظهر به كأس العالم فبالتالي ما فيش منتخب لي عنده اسم كبيرة ممكن يكون مرشح كل حاجة وردة المنتخب اللي عنده المجموعة الكويسة اللي بيلعبوا تيم ويرك مع بعض او روح الجماعة بينهم بين بعض كويسة وعندهم اجتهاد وعندهم جهد داخل الملعب هو ده المنتخب اللي هيحقق الفوز غير كده شفنا الارجنتين شفنا البرتغال شفنا منتخب اسبانيا بيخرجوا من مطول كأس العالم في دور الستاشر معايا ومع حضراتكم استاذ كريم مسعيد رئيس تحرير موقع يالا كرة دا تقام رحب به ويكون معايا عشان يحلل مباريات كأس العالم مسخيه عمر مسخيه الجميع مشيني قطني روالك يكله تمام الحمد لله يعني تبعنا مباراة كرواتيا والدنمك زي ما انت شفته تبعته كرواتيا يعني ضربات جزاء الحارسين تقلقوا وكانوا سبب فيه تصدي لأكثر من ضربة جزاء لكن كرواتيا كانت قريبة من النهاية كانت ممكن تخرج ويبقى يعني ضربتين في الراسي وجعوا في يوم واحد لكن كلمني بقى عن بداية دور الستاشر اللي بدأت مبارح بين مباراة الارجنتين وفرنسا وايضا ارجوي والبرتغال توقعتك ايه لليوم؟ هل كنت متوقع فرنسا؟ هل كنت متوقع الارجوي؟ طبعا لا فرنسا اكيد طبعا حتى احنا قلنا ان الارجنتين في دول المجموعات حتما ايام التصفيات صح فريق غير مؤهل خالص نهو اصلا ينافس على البطولة ليه لان منتخب الارجنتين بنتكلم على اضعف سكواد الارجنتين من سنوات كتير اضعف قايمة خصوصا في خط الوسط وفي الدفاع وكان في مجاملات عشان نكون مرضو يعني الدنيا الواضحة كان في مجاملات خصوصا لمسكرانو ولميسي فنيا داخل الملعب عشان ديبالا النهاردة كان ديبالا وميسي الاتنين بتشابهن هما الاتنين بيغطوا نفس مساحة هل الكلام ان فعلا ديبالا مش هيلعب علشان ميسي موجود في الملعب بوس يا عمر هنثبت يعني بوس طبعا تأويلات القابلة البطولة كان فيه تصريح تليفزيوني لديبالا وهو تسأل وجه التشابه بينه وبين ميسي فهو جاء وقال ان انا وميسي بنعب في نفس المراكز يعني هو ورا المهاجم بنعب بلاي ميكر ورات وينج طب لو حرك مديد فني وعندك اتنين لعيبة زي ديبالا وميسي هل حرك ممكن تسخر امكانياتهم لخدم المتخب الارجنتين ولا هتعمل نفس العامل خرخي سانتاولي وطبعا بوس ديبالا مايلعبش في المونديال ده غير اخر عشر دقايق في ماتش كرواتيا يعني الفترة اخيه في ماتش كرواتيا هو كان متاخر في النتيجة والرجل نزل في وقت مزنوط طبعا ده مستحيب بنتكلم عن اللعيب اللي كان احد العوامل الاساسية فوز يوفينتوس بالسونية المحلية طبعا فاحنا بنتكلم عنه طبعا نكرر فاني خاطئ تماما استحال حد يعمله طيب سانتاولي كان بيسمع لميسي ولا لأ ببساطة نبص في ماتش نايجيريا في اخر عشر دقايق واللقطة الشهيرة اللي كانت موجودة على تويتر وصحفي ارجنتيني لعطها وترجم شفايف سانتاولي وهو بيسأل ميسي انزل كون اللي هو اجويرو ولا لأ فميسي قال له اوكي راح اعطل اينا ان كون اجويرو بينزل في ماتش نايجيريا فانتاولي بتتكلعنا مدير فني ضعيفة شخصية تماما طيب سانتاولي تالرجنتين هو سانتاولي بتاع شبلاي وهو بتاع تشيلي لا طبعا شوفنا سانتاولي مع تشيلي في كوبا امريكا ازاي بيقودهم للبطول على حساب الارجنتين وازاي النهاردة كان عنده شخصية مالعبة تشيلي طب هارا استاذ كريم ان تشيلي ما عندهاش طموحات ولا احلام فبالتالي لما سانتاولي اشتغل معاهم كان بدون اي ضغوطات فبالتالي حق انجاز اه طبعا احنا خلينا نوضح ان المدير الفني جزء منه من شغله مش فني بس تمكن تجيب مثلا احسن واحد في الفنيات لكن شخصيته ضعيفة فبالتالي ممكن ما يكوناش لعيبه وهنا ما بنتكلمش على لعيبة بسيطة بنتكلم على ارجنتين بنتكلم على ميسي بنتكلم على الهجويين بنتكلم على اوتامندي بنتكلم حتى ايفن على ايكاردي اللي مجاش بنتكلم على اجويرو بنتكلم على ديمارية مسكرانو حتى يعني شخصيات قوية جدا فبالتالي بتحتاج مدير فني يقنحهم بشخصيته انا بشوف ان المدير الفني الجيد الجيد كفنيات لكن ما عنده الشخصية ما ينفعش يمسك الفرق او المنتخبات لها كلاس ايه والعكس صحيح ممكن مدير بيكون قوية شخصية وضعيف فنان شوية لكن ممكن يتماشى بالضبط لان في جوز في لعيبة تنفذ التاكتك بتاعك او فكرك ان هم مقتنعين بيك اصلا كشخص وبيخافوا منك انما لو اللعيبة بصرك ان انت يعني واحد عادي يعني عادي ممكن نغير فكرك بضغط او النهاردة ممكن نعمل عليك ربطية او احزاب داخل التيم حتى ساعتها الصحفة الانجزية بتقول ايه بتقول ان هي ان المدير الفني لو فقد السيطرة على غرفة الملابس خلاص وده اللي حصل مع سان باولي سان باولي واضح ما كانش عنده الشخصية اللي يقنع بيها التيم ده وعش كده شفنا المعاناة الارجنطين في التصفيات شفنا المعاناة في المباراة الودية حتى الارجنطين خسر ماتش ودي مع نيجيريا اربعة اتنين قبل البطول شفنا المعاناة في بطولة نفسها صعب جدا كان حد يشوف الارجنطين بعد يعني المعاناة الكبيرة في دول المجموعات ان حد يقول دي ممكن تكسب فرنسا مستحيل حتى بقى التقدم انت قاعد مستني فرنسا تتعادل وفرنسا تجيب التاني والتاني والرابع ليه الارجنطين فريق مهالهل جدا بس طيب وخلينا بقى نوصل لغاية ماتش فرنسا ونسأل السؤال مين اللي خاد القرار ان ميسي يلعب مهاجم وهمي سان باولي مستحيل تتكلم ان هو لما اخده القرار كان القرار خطأ مليون في المية وحتى لو ميسي نفسه ما ميسي عارف ان هو مش بيعرف يلعب في المكان ده او المكان ده اللي متواجد فيه ميسي ده زي ما احنا شفنا فرنسا عندها دفاعات قويئة وكارين شفناش اي تواجد هجومي خلاص المتخب الارجنطين انا في وجهة نظري ان ميسي لعب مهاجم وهمي كان ليها بعض المنطق او كان قرار فيه بعض المنطق ان انت النهاردة عايز تقفل خط الوسط وتلعب بتلاتة بخط الوسط قدام فرنسا اللي قوي جدا والي هي بتعمل ستريشنج للملعب طيب السؤال هنا بقى سان باولي مجيه اختار القايمة دي اختار اتنين مهاجمين صراحة اختار اجوارو اجوارو طيب حل اصلا في اعتقادك انت ممكن تختار اتنين مهاجمين بتقلي ده واتفكر اصلا في اي ماتش ان انت هتلعبه مهاجم وهمي مستحيل واضح ان في حد املى عليك هزفك طيب ده كان فكري ميه واش فكري ميسي ليه لان ميسي في التاكتك ده كان بيستخدمه جوارديو لو كان عايز يكسب خط الوسط طيب اللي شاف بفرنسا هيفهم تماما ان مشكلة لما تلعب فرنسا قزمتك في حاجتين خط الوسط بتاعهم ويه الاطراف ديشامبو اللعبة فرنسا بيعملوا ستريشن للملعب الجامج بيجي وقف على الخط وجريزمان او جيرو كان ينزلوا تحت ياخدوا معنا المدافع واعطوت لقى امبابي بيعمل ايه بيكسر على جوه ادي كانت الازمة فبالتالي الارجنطيكا عندها اختبار كبير ان هي نازل تحط تلت لعيبة في خط الوسط لو تفتكر ميسر مانويل كان بيعمل الحركة دي مع النادي الاهلي في الماتشاط الخارجية كان يروح بقر يلعب بتلاتة في خط الوسط بس كان سعدل كان بيلعب مهاجم صريح وكان ميتعب او في لافيو لكن هو هنا ميسي عمل ايه ميسي لما فكر فيها فكر بتفكير جوارديولا قالك انا هلعب نهاردة مهاجم وهمي واسيب المساحة الهجومية على دي ماريو على بافن اللي هو الرايت وينج بتاع بوكا جونيور الضعيف طبعا ايه بس ادي الفكرة انا اش كنت شايفه ليه ممتك ولكن سان باولي مدير فني يعني ضعيف جدا معندوش شخصية خالص مع المنتخب او طبيعي ان انت كنت توصل ليه النهاية الهو صدق تعرفة كريمة انا بحكم عليه من عديم الشخصية او لا ايه كمان المؤتمر الصحفي اللي حصل بعد المباراة ويتكلمه عند الاستقالة نعم اتكلمه وقاله انا لسه ما فكرتش في مستقبل يعني انا واحد غيره واحد يكون عنده شخصية ودم زي ما بنقول يستقيل بعد الفشل اللي حققه وبعد صعود زي ما انت قلت بعد معاناة في تصفيات امريكا الجنوبية نعم وبعد مستوى متذبزب وسيق جدا للمنتخب الارجنتيني وعلى هو برضو عنده يعني تعاملات سيئة جدا مع اللاعبين نعم اجواره زي يعود على مقاعد البودلاء نزل يعني قلب الشكل الارجنتين غير الشكل الارجنتين تماما نعم كريم عايز اخذك للنحية التالية دي شامبو طبعا وانت قداد فنية كبيرة جدا لكنه اه عجبني من ناحية ان هو محضر سيناريو المباراة نعم ومحضر لو جاب هدف هيعمل ايه دخل فيه هدف هيعمل ايه ونجح ان هو يستغل الصغرات الفنية والبط اللي موجود في الارجنتين بالسرعات اللي موجودة عنده لغى ميسي بتلات لعيب ببوكبا او كانتي او متولي وعجبني ان هو دفع به من اول المباراة علشان الواجب الدفاعي شوف انا طبعا ما بشوف ان ديشامب اقرأ الارجنتين كويس جدا خصوصا في الجبهة اليسرى بتاعته اللي هي اليمين بتاعت الارجنتين طبعا نشوف ديشامب عمل ايه ببساطة الراجل اللي هي بطريقة اقرب الى اربعة تلاتة تلاتة وحط ماتويدي وبوكبا وكانتي في نص ملع بوكبا كان هو لحد ما بيعمل دوري بلايميكر ودى جريزمان هو الليفت وينج وخلس جير هو السترايكر وحط مبابي اعرفت طيب ماتويدي نزل ليه ده السؤال جريزمان مش يرجع يدفع بس على فكرة في بعض الكور كنا بنشوفه يدفع فدي حاجة كويسة بيرجع لغاية نص ملع لا انا بكلم على ايه بكلم على مين اللي هيدافع مع لوكس ورا تمام لوكس رنان مين اللي هيقف معه ورا مين اللي هيسد الجابة بتاعت ماتويدي طبع لان ميسي اصلا حتى كان مهاجم وهم كنا نشوف نهو بيتطرف على اليمين وبافون هو اللي كان بيكسل لجوه هو وديماريا حتى الديماريا لما جاب الجون جابه لما كسل لجوه هو شاط تمام فكان واضح جدا ان ميسي لازم يكون معا حد اتنين بيقفلوا عليه تمام دي كانت مهمة ماتويدي ودي كانت فكر دي شامو لازم ان يتم تحييته عليه ليه ده فكر واحد ارى ارجنتين كويس وقدر ان هو يقفى على ميسي شفتاش ميسي بشكل كبير خلال المباراة طبعا كانت كان لغيه تماما هو او بوكبا بالتناوب مع بعض وفي ذلك المباراة حنا شوفنا فرنسا راحب بجملتين كوبي وبيست من بعض هي هي البنالتي والكرة بتاعة مبابي اللي خد منها فاول على حضوب منطقة الجزائر والهدف التاني لفرنسا والتالت نفس الصغرى من ورا مركاده وناحية الشمال تتلعب كروس تتلعب فبالتالي برضو نفس الجمل الحفظة وانت بتتكلم على مدير فني كويس جدا وهو عمل التغيير بتاعة ماتويدي كانت ممتازة جدا طبعا طبيعي اللي كان يبدأ فيه ليفت وينج ما كانش هيبقى جريزمان كان طبيعي يبقى توماس ليمار لعب مناك هو اللي راح ارسنال وليمار واحد من افضل ليفت وينجز في العالم لكن مقتضيات المباراة كانت تستدعي هذا التغيير التكتيكي السؤال هنا هل مثلا لعيبة فرنسا او ليمار مثلا ليمار لعيب كبير مش من الصغير هل قالوا لا انا ازاي يقعد على الدكة الموديل الفني ماشى كلمته انا عايز مصلحة التين انها في الارجنطين للاسف انا اقولها بصراحة يعني معاني اني بحب برشلونة ان ميسي كلمته هي المسموعة في المنتخب وميسي عنده رفض تهم ان هو يلعب راية وينج تماما يعني هو ممكن مسلا مصلحة الفريق مسلا تغضي كنا نشوف ان ديبالا هو اللي يلعب بلاي ميكر وميسي يلعب هو الرايت وينج ميسي بيرفض ده تماما لا ديبالا مايلعبش علي بلاي ميكر وحد تشوفنا في ماتش كرواتيا لما ديبالا نزل كلاعب رايت وينج والفرصة الوحيدة اللي جات لديبالا كان هو الرايح واحد على واحد مع الليفت وينج بتاع كرواتيا وميسي وجد له المساحة حضور مطلقة الجزاء فما فوك كان ديبالا اللي لعب له القراء وينجوت ديبالا ما عاش كده عمل يعني الضعيفة اللي عملها دي وميسي بصله قاله انه ما بصلتش ديبالا سابه ولا حتى قال له انا اسف فانت بيقى الحاجات مشاهد دي بتوريك ان في خلافات جوتي وبالتالي ماتش زي اللي حشوفنا ده ديبالا ما اخدش ولا دقيقة فيه ده مستحيل يعني بتتكلم في حاجة مستحيلة وواضح ان ميسي مرضاش ان هو يضحي بجزء من واجباته في المنتخب كأنه قائد وفضلا المكسب الشخصي على المكسب المنتخب يعني هل انت شايف بالرغم من النتيجة الايجابية اللي حقق منتخب فرنسا والتقلق هل انت شايف عدم الاستعانة بكريم بنزيمة او لكازاتا ومارتشيال هل انت شايف ان اوليفر جيرو عارف يؤدي دور باكمل واجه كسترايكر صريح للمنتخب فرنسا بص جيرو اعتقد الواجب الوحيد اللي ديشان بيحبه فيه وفينجر حتى يعني كان وحتى في تشيلسين في تشيلسين كان ديشان بيعتمد على جيرو حتى احد بنسأل ايه ميزة جيرو جيرو مسته في حاجتين بس انه هو بينزل يخطف محطة لعب وفي نفس وقت بيسرع المسلكين عشان يفتح مساحة للعباء لزميله جيرو كويته في جود جريزمن لان جريزمن عنده القدرة ان هو يلعب على الطرف وسريع ويلعب بلاي ميكر والباسين عنده عالي جيروه برضو مسته في حاجة واحدة لو انت عملت كروس هتبع عندك النهاردة لعيب سترايكر طويل يقدر يخد لكن مثل ارجنتين شوط الاول في ماتش فرنسا شوفنا كمية عرضيات دي اه صحيح دمارية 180 سنتي طويل لكن ضعيف في الهاد كانوا مصممين يا كريم ان هم دايما يقتحموا فرنسا عن طريق كرات العرضية وده فشل في كل كرات العرضية انت هتقدر نهار تختارك فرنسا من العمك وانت قدامك ماتودي وكانتي ووراهم فران وامتيتي مستحيل طبعا صعب جدا فبالتالي الارجنتين مكان بتعتمد على قوات العرضية بتتكلم على دي مارية 180 سنتي وبابون 168 سنتي فبالتالي 168 سنتي ده استحالة ياخد اي كرة عرضية أصلا ودي مارية حتى لعمل جمب هو ضعيف في التكنيك بتاع الرأسية فبالتالي الارجنتين ما ادرتش ان هي تعمل اي هجم خاطف شو قابل بخلاف الهجم الرحيل عملها دي مارية صح لما عمل الرول بتاعه وخطف داخل العمك وكانت اتأخر في الضغط وبالتالي شوات الكوار اللي احنا شفناها الهدف بتاع الارجنتين طيب لسا مكملين معاك لكن الفقرة المحببة دي الجمهور الاهلاوي وهي اهلاوي في المونديال زي ما حضراتكم عارفين بنختار لحضراتكم كل يوم عن لاعب شارك مع منتخب مصر في المونديال وبنعرفه لحضراتكم اكتر عن طريق تقارير صوتي فعشان كده هنروح ونشوف تقارير عن اهلاوي في المونديال واحمد فتحي احمد فتحي نجم النادي الاهلي الذي احتكر الدفاع في الجبهة اليوم لمنتخب مصر خلال اخر عشر سنوات من تاريخ كرة القدم المصرية يملك فتحي مسيرة دولية كبيرة التي بدأ بالمشاركة في كاس العالمي للشباب بالامارات الفين وثلاثة حتى قد منتخب مصر الاول في نهاية كاس العالم روسيا الفين وثمانية عشر شارك فتحي في ثلاث مباريات خضاء منتخب مصر في كاس العالم بشكل اساسي بمجموعي مئتين وسبعين دقيقة كما حمل شارة قيادة منتخب مصر في مبارتي أوروكوي وروسيا ليكون كاس العالم خير ختام لمسيرته الدولية التي قاربت على الانتهاء أحمد فتحي أهلاوي في المونديال أهلا بحضراتكم من جديد ما فيش شك أن أحمد فتحي واحد من لعيبة رجالة اللي بيلعبوا مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي من أقل اللعيبة اللي لعبت في كل بطولات الفيفا في كاس العالم شباب وأمام أفريقية للشباب مع المنتخب الأول حق يمكن نجحات كبيرة جدا مع النادي الأهلي لعب الجوكر اللي بيلعث أكتر من مركز موجود دايما ما بتأخرش عن لا المنتخب ولا النادي الأهلي أكيد يعني لو عندنا 11 لعب زي أحمد فتحي أكيد كان حالنا هيب أفضل من كده بكتير لكن هو عندنا أحمد فتحي واحد بس في النادي الأهلي ومنتخب مصر عشان كده يعني قررنا أن نختاره لحضراتكم في أهلاوي في المونديال ونتكلم عليه وحضراتكم تشوفوه كي طبعا كريم أحمد فتحي واحد من اللعيبة الرجالة اللي احنا طبعا بتتكلم عن روح الملعب وأحمد فتحي ليه رقم مهم جدا لازم يعني السادة مشاهدين يعرفوه وطبعا الناس بتفتكر أحمد فتحي الهدف العكسي في مطش روسيا وده يعني ممكن أي حد يفتكر فتحي في المونديال ده لكن أحمد فتحي رقم مهم جدا اللي هو من أكتر اللعيبة اللي عمل في الدور الأول وهي قدر أنه يعمل 30 تاكلين في 3 مباريات ويكسب 30 تاكلين دول 13 تاكلين وده رقم كبير طبعا طبعا يعني نتكلم على التاكلين اللي هو الزحلقة بالضبط للاعي كرة القدم في حصوله على الكرة بالضبط طبعا بالضبط وده بيخليه تقدمي يعني نتعافش مين بيلعب قدامه نتعافش عمر دلوقتي في خط اللعبة الكتيرة طبعا معظم الفرق بتلعبك بـ 4-4-2 أو 4-3-3 طبعا فدايما الباك لو الجناح اللي على الطرف مرجعش يدافع معاه على طول هيلاقي نفسه في مواقف 2-1 وده اللي أنا شفت وأعتقد أحمد فتح في ماتش روسيا من أكتر من أكتر الماتشار شفت في ماتش روسيا ولكن عايزين نقول أن الراجل قدم اللي عليه والناس كلها بتلالات لعيبة كلها بتلالات بس برضا أحمد فتح زي ما ليه بعض النقطة السلبية ليه نقطة إيجابية منها النقطة التاكلين زي اللي احنا قلناها أكيد طبعا أحمد فتح واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة في تاريخ مصر وفي تاريخ النادي الأهلي وزي ما احنا قلنا أحمد فتح هو جوكر النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين مع عضيف وعضيف حضراتكم الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع اللكورة دوت كوم كملي معاك والمباراة التانية في دور الستاشر مباراة أرجوي والبرتغال أرجوي داخل المباراة أقوى خط الدفاع جودين وخيمنيز يعني قلنا أن أرجوي ممكن توصل لأبعد من دور الستاشر بالفعل اتحقق دوء قدام منتخب البرتغال دائماً يا كريم عندنا نظرية في كرة القدم أن اللعب الجماعي وعدم الاعتماد على النجم الأوحد فيه منتخب أو نادي يؤدي إلى فشل واللعب الجماعي يؤدي إلى النجاح وده دي احنا شفناه منتخب أرجوي نجح أنه هو يتخطى منتخب البرتغال وفي يوم واحد أيضاً رونالدو وميسي وميسي يغادروا كأس العالم روسيا 2018 شوفي عمر ماتش أرجوي وبرتغال يعني هو كان أكتر ماتش في البطول الغاية دلوقتي يتعامل فيه كرات عرضية بتكلم أرجوي أرجوي وبرتغال كل فريق في الماتش الواحد عملوا مش أقل من 25 كرات عرضية ليه؟ بنتكلم على فرق التين منتخبين بيلعبوا بأربعة أربعة أتنين الصريحة ودايماً بيعتمدوا على الكرات العرضية في الهجوم رونالدو بيلعب جانب جوديش في قدام وبنتكلم على سوارز وكفاني في أرجوي وعشان كده شفنا حتى في بداية المباراة على طول سوارز أول ما بيطلع برا منطقة كفاني هو اللي بيخش وبتلاقي الكروس يتعمل والعقص صحيح سوارز هو اللي دخل كفاني هو اللي بيحل برا منطقة على طول الكروس يتعمل بتتكلم على فرقتي لحد ما كانوا شاهبا بشكل كبير جدا وكانوا بيقفوا على غلطة يعني احنا شفت مثلا أرجوي وهي جابت الهدف الأول على طول رجعت دفعت بتأمن ما تقدرش خاطر من كده وسابت طبعا نص الملعب أنا كنت شايف نص الملعب لي آآ البرتغال كان أقوى من أرجوي نك بتتكلم برناردو سيلفا وأندري سيلفا وجواو ماريو في البرتغال عندهم آآ قدرة وعندهم مهارة أكبر بكتير من مثلا من بنتن كور في أرجوي فأنا بشوف أن البرتغال الصحيح قدرت تمسك نص الملعب بس أرجوي لعبت على الأخطاء وطبعا شفنا الهدف الثاني حتى الأرجوي اللي يفشل تاني كان على عكس سيل مباراة تماما البرتغال لما يفشل تاني قدرت نهية تكسف القراط العرضية والقراط السادة بتاعتها والركنيات بي بي جاب جن التعادل على طول أرجوي استغلت يعني صغرة اتفتحت في الجنب اليمين في البرتغال وكبان طبعا عمل الأرطول العظيمة اللي احنا شفناها مبارا طيب كريما نروح لبلجيكا في تليفون مهم جدا معنا سفين فان ديبروك لاعب بلجيكا السابق علشان نسأله عن رأيه فيه كأس العالم ومباراة بلجيكا أمام اليابان هلو سفين هلو جيد 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 إنه محب ماهر محبا بهذا يكون لدينا أريد أن نظر بالتعامل أعتقد أن بلجيكا أعتقد أن بلجيكا نحن أعتقد نحن نتوقع لتبعه تظن أن البلدك أدائما؟ نعم أعتقد بلدينا نظام فيه نهاية أحياني تظن شغلينا كثيرا حاليا لنا فلحت مع العامل ورقنانا جميعا لقد كانت الكثير المقاطية الكثير من المستفيد الكثيرا لذلك أعتقد أننا لدينا ممتازة جيدة لتقالي نعم، تلك البعض الأمر في العام المغربية نبدأ في عام الأجول، وضع الأجول، وضع الأجول، وضع الأجول، وضع الأجول، هل تتوجه للمدين لتكلمة في عام الأجول في عام الأجول؟ نحن نجحني أنه لا أفهم، ولكنني أعتقد أنظم الانتعابة بين البلدين أعلى من المشكلة أكثر كبيرًا التي يمكن أن تبقينها مشكلة مجددا هم عند جددة poseد المشكلة والمعربات الكبيرة ويح峻 جدد ونحن بإعادة التصوير بالنسبة لي سيكون اشتركتها ويجب علي روشيا ترمي عليها المبادرة ويجب عليهم روحة الناس ويجب عليها ونحن نفس الناس ونحن حتى فيها اليوم يجب عليهم مبادرة أجلية والمتحبات الالتسجيلة سألتوا طبعا على كاس العالم وليه الاسماء الكبيرة بتخرج وليه الاسماء الصغيرة بتبقى متواجدة قال لي طبعا بالطريقة الدفاعية اللي بنشوفها من المنتخبات الصغيرة وصعوبة اختراق الدفاع من المنتخبات الكبيرة بيؤدي إلى أسباب الخروج زي مباراة روسيا وأسبانيا والانتهت بضربات الجزاء زفان، هل تعتقد أن كرويشيا، على أحد أخرى، أو أخرى، أو أخرى، أو أخرى، أو أخرى، أخيرا، أخيرا، أو أخيرا، أو أخيرا، 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 أخيرا؟ I think the advantage of Croatia is that you're on the good side of the plan. I mean, on the right side of the plan. It's small teams, so I think they can go to the final. And they don't have a bad team. With Modric in the midfield, they have a lot of football qualities. So I think they can be near to the final. But I think in the end, I think the left side from the plan will be the winner. And then I'm talking about Brazil, Mexico, or even Belgium. سألتوا أيضا على هل تعتقد أن ممكن يكون فيه فرق صغيرة هي لتفوس بطول الكائس العالم؟ قال لي وقدتوا المثال على كرواتي. علي كرواتي أكيد فريق قوي لكنه في الأخير بيتوقع أن ناحية تانية اللي فيها البرازيل وبلجيكا الناحية اللي فيها الأسماء دي هي اللي ممكن تفوز بالمطول. Then do you saw the Egyptian national team in Russia in the World Cup? Yes, I saw two games of them against Russia and Uruguay. And what do you think? I thought their performance would be better. I saw the friendly game against Belgium just before the World Cup. Yes. Against Uruguay, I have to say that they were unlucky because they took the goal in the last minute of the game on a corner kick. I think in that game it was a close game. They defended well. They closed down all the spaces. But they couldn't really be dangerous. But the draw, I think, was a logical result against Russia. against Russia in the second half. The Russians with their mental skills, they overplayed physically Egypt. And I have to say that because of my past in Cameroon, it hurt me that Egypt was out of the tournament after two games. I asked him, is he just on the foreign country in Hungary in Russia? Or not, in Russia. I had to go out of the tournament in Russia. That's why the Soviets were out of the arena. The government played the game against theç of the European Union. So that the Russian nation was out of the country. But the result of the people, it was worth it to a fan of the country. And the region is the way that the people would follow the country with the country. The country that is also the country that we have to talk about Munich. The country was the country who had to offer it. So the country is the country that came out of Russia and the country. And the country was the country in Russia. يحظوظ كالي كممكن يعملو نتائج أحسن من كده. Mr. Zven, I want to ask you about the difference between Egypt and the final of the African Cup of Nations and Egypt in the World Cup. You were in charge with Mr. Bruce and you won the African Cup of Nations. I think it's a difference in level. The World Cup is even at a higher level than the Africa Cup, I have to admit. It's also the style of playing is different in the World Cup. The Africa Cup is real African football and Egypt is one of the top teams in Africa. But go to the World Cup, yes, it's even 20 or 30 percent on a higher level. And I think they suffered a little bit in their games. and maybe they were a little bit too scary to play football. Maybe they could play a little bit more offensive, in my opinion, to get a good result. Of course, thank you, Mr. Zven, for being with me. Of course, it's good points that we talked about and I hope that we will talk very soon. Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you. كريم أهلا بك يعني أكيد سوزفان اتكلم كان موجود مع مصر ستيف بروس مع منتخب الكاميرون في آخر مطولة مصر شاركت فيها في أمم أفريقية في النهائي وبالتالي منتخب مصر خسر في النهائي أمام منتخب الكاميرون تتفق مع رأيه في الكلام اللي قاله أو معظم الكلام اللي اختلاف بين مصر في نهائي كأس أفريقيا وكأس العالم قال لهم ما كانوا خايفين زي ما تصدق لا أنا أتفق معاه طبعا في الكاميرون هو قال لها أننا بتتكلم هنا في هاير ليفل تماما يعني ليفل كاس العالم منافسة مختلفة على منافسة في كاس الأمم إنتهينا بتلاعب منتخبات عالمية هنا بتلاعب منتخبات ملقرة مش هزين ينسى برضو نحنا كان أصعب مطش لنا حتى أنا فاجر كان مطش المغرب ده كان بنسبالي هو أصعب مطش المطش المطورة كلها حتى كان أصعب مطش الكونغو في السيمي فاينال بس أقول لك تاني كان فيه ميزة في الجابون أن اللعيبة لحد المجا كان لسا عندهم مساحة مالية كوباية فاهمين يعني لغة الشارع يعني فاهمين لسا فيه إيه مفيش تشبع فاهمين إحنا في كاس العالم أعطاهم كان فيه أمور كتيرة برا الكورة كنا مهتمين بيها يعني التركيز ما كانش ما قدرش أقوله كان مية في المية تركيز اللعيبة في الجابون لحد ما كان أعلى من تركيزهم في كاس العالم ده كان أحسس الشخص هل ممكن يا كريم علشان خاطر الجابون ومفيش الانترتيمت أو الرفاهية الموجودة في روسيا لا 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 أنا بسألك أنا بعد عدم وأنا معرفش اللعيبة كانت لسا ما عملتش نفس الأسامي في كاس العالم يعني اللعيبة أسامية ملاش علاقة بالانترتيمت أو بالرفاهية الموجودة من عدمها لا لا مهاش علاقة بالرفاهية لا بنتكلم عنها اللعيبة نفسه تركيزه في إيه يعني مثلا لما أنا كنا عندي كذا حاجة في نفس الوقت استحابة تركيزي فيهم لو أنا عندي حاجة واحدة في الجابون كان عندي حاجة واحدة بركز فيها لكن بعد الجابون أنا بدأ اللعبة أساميها تكبر بشكل معين تصفيك أسل العالم أنت أعهلت بعد التقاهل المنديال بدأت نهاردة فيه أمور كتيرة خارج الرياضة بايت تجيلك فبتأخذ من تجيزك شوية شوية يعني تخش مثلا ماتش أرجوي أنا بأتفق معنا هو قال ماتش أرجوي ده واحد من الأحلى ما شوفنا إحنا لعبناها وكان فيها عن سوق حظ واضح بس قال لك لوجيك في الآخر لوجيك بالنسبة أن محمد الشيناو عندك طلع هو نجم مباراة بس إحنا برضو أداء الدفاع بتاعنا استحق التعادل وخيرنا برضو نقول كلمة يا عمر نهاردة شوفنا روسيا قدام أسبانيا تتكلم فريق أسبانيا عمل 1100 باص في 120 دقيقة بس كلمة أنا لاحظت أن في مباراة الأرجنتين استحواز كان الأرجنتين وعدد تمرير كان أعلى بس سلبي لا ما بكلمش بحتي على سلبي أنا بكلم على ظاهرة نتكلم على النهاردة روسيا لعبة بتاكت كوبا طبعا دفاعي طبعا حد طلع قال يا جماعة الناس دي لعبت غلط بس حنتفق أن الفوز بيداري على كل حاجة أكيد والخسارة سوفضح كل الأخطاء بس لو حاجة صغيرة بس ما تطلبش مني وانراح ألعب في المنديال بمنتخب يعني معلش برضو منتخب الحالي منتخب مصر مش بنفس الكويمة ونفس الكواليتي بتاع منتخب الكابتنا حسن شحاتة من بنتكلم من المستة لغاية 2010 مستحيل أنك تقارب من الاثنين تمام كده؟ لا طبعا فبالتالي أنا بشوف أن بعض الأخطاء اللي حصلت لنا في المنديال أن برضو كان في بعض الأمور خارج الكرة وإحنا برضو حباطنا بصراحة بعد ماتش بتاع أورجوي وطبع ماتش روسيا انت شفت يعني شو تلاول؟ وشنا حلوة المجموعة أورجوي وروسيا الاثنين كملوا كملوا يعني عايز أروح معاك كده لحتة في الأرجنتين هل ممكن أن سان باولي يستقيل أم لا يفضل متعنت بالشرط الجزائي وبالقيمة التعاقد خمس سنين لسه يكمل مع الأرجنتين بوقت طويل تبقى أمور إدارية طبعا انت شايف فنوية صح يعمليه؟ أبو صحيح أمان أنا مش أرجنتين يعني الدولة هناك بيبقى لها سلوب معين في التعاملات دي زي احنا بالضبط مثلا وإحنا بنقايم منتخب مصر حد ما إحنا عندنا معلومات في العمق أكتر من أي حد من بره بيقايم الفريق فأنا بشوف طبعا دي أمور إدارية بس الأفضل أنه لازم طبعا العقد ينتهي معاك كده سان باولي هيقدر أنه يعني يقدم الأرجنتين حاجة في الفترة الجادة هو أريدي طول ما الاسكواد دي موجود هو مشاهدة سيطرة عليها طيب قبل ما أرجع معاك على أرجوي والبرتغال تعالى نروح لتقرير عن خروج الأرجنتين بقادة ميسو وأيضا خروجة برتغال بقادة رونالدو نرجع لحضركم متى انطلقت مباراة دور 16 لبطولة كاس العالم الذي تقام فعليته حاليا في روسيا أمس سبت حيث رفع كل منتخب نجح في تآهل لهذا الدور شعار الإثارة والمتعة جاءت السخونة مبكرا خلال مباراة فرنسا والأرجنتين التي نجح خلالها منتخب الديوك الزرقاء في الصياح في وجوه راقص التانجو بعدما تألق أبناء المدير الفني الوطني ديدي شامب في تحقيق فوز ولا أروع على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مواجهة أشبه بالنهائي المبكر جذب بابي نجم منتخب فرنسا لضواء لا سيما بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على الأرجنتين حيث نجح في تسجيل الهدفين الثالث والرابع وقتل آمال وطموحات منتخب التانجو لم ينجح ليونيل ميسي نجم برشلونة في ترك أي بصمة مع منتخب الأرجنتين غاب تماما عن الفاعلية الهجومية خلال المباراة هو ما جعل سيئام الانتقادات توجه إليه خصوصا من وسائل الإعلام الأرجنتينية التي كانت تعول عليه آمالا كبيرة لحصد لقب المنديال خاصة بعد الخروج المبكري للأرجنتين التي كانت وصيفة النسخة الماضية في البرازيل في الوقت الذي حمل فيه مارادونا أسطورة الكرة العالمية والأرجنتينية المدير الفني للفريق خورخي سانباولي مسؤولية الخروج المبكر من كاس العالم بعدما فشل في توظيف كوكبة اللاعبين المتميزين التي يضمهم المنتخب لافتا لأن الأداء السيئ للمنتخب الأرجنتيني خلال مباريات دور المبموعات كان ينبئ بصعوبة المنافسة على اللقب كمقتنص رفاق سوارز وكفاني وخيمينيز وجودين بطاقة العبور لدور الثمانية بعد أن لاعب الملاحين البرتغاليين رفاق رونالدو بكل ذكاء أفز عليهم بهدفين مقابل هدف رغم الضغط البرتغالي نهاية المباراة إلا أن ثبات السيل إستي جعلهم يفوزون بالمباراة لملاقات الديوك الفرنسية في دور الثمانية لتكون مواجهة لاتينية أوروبية ينتظر أن تمتع الشاق كرة القدم بين أوروغوي وفرنسا مواجهة سخنة تنتظر دور الثمانية للمونديال لعل أبرزها التي ستقام غدا بين البرازيل والمكسيك في قمة أمريكا الجنوبية ما يزيد من قوة المواجهة هو أن كل من المنتخبين يمتلك بين صفوفه العناصر المتميزة التي تؤهله لصنع الثارق مع منتخب بلاده وقيادته لدور الثمانية هناك أيضا بلجيكا واليابان كولومبيا وإنجلترا والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على أرض ملعب استاد اشتركوا في القناة موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع ضيف وضيف حضراتكم الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلاكورا.com كنا نتكلم معاك على الأركوي وعلى البرتغال وكريدنا على الكرات العرضية نعم أرجوي هل انت شايف أن ممكن بعد أداء أو الأداء الجايد اللي قدمه تماماً من بورتغال هل انت شايف أن ممكن لو كمان كفاني غاب عن أرجوي هل انت شايف أنه ممكن تتخطى فرنسا ولا خلاص هي كانت وصلت لآخر مرحلة في كأس العالم هو دور التمانية أرجوي مع تابريز طبعاً مدير فني محنك جداً وخبرة طويلة جداً جير بتتكلم يعني ماسك الفريق أكثر من 6-7 سنين فهو عارف يعني إزاي بيغير الأسانيب بتاع التيم بتاعه على حسب مبراه في نفس الوقت لحد ما دي شامب أنا عارف نوع عليه هجوم كتير من ناس اللي تحب منتخب فرنسا شواء في فرنسا أو حتى برة فرنسا ولكن بتتكلم على الأمانة يعني الكواليتيز لفرنسا أعلى بكتير من أرجوي مليار ومتين مليون بتاع فرنسا وخصوصاً في خط الوسط يا عمر نبص الكرة دلوقتي خط وسط اللي عنده خط وسط قوي طب تعالنا من المقارنة نعم دلوقتي احنا أنا من وجهة نظري فرنسا عملت أو دي شامب عمل حاجة إن ماينفعش في نص الملعب اتنين زي بعض يلعبوا مع بعض شفنا كانتي وبوغبا ده هجومي ده بيدافع ألمانيا خرجت عشان اتنين نفس سامي اختيار أو كروس ممكن يكونوا قريبين من بعض شوية فقدت إلى انهيار نص مرحة فهذا الكلام ده صح ولا خطأ بص على حسن احنا أهم حاجة الوقت في خط الوسط بتتكلم على الوركريت الوركريت هو اللعيب كمية المساحات اللي بيغطيها اللاعب يعني مثلا ندي مثلا بسيط طوني كروس لعيب الوركريت بتاعه قليل يعني مش مالوه جعب اللياق يعني طوني كروس وهو من غير كورة بيتماشى ما بيجريش مش طارق حامد طارق حامد ناين جولن ناسا في بلجيكا هو ما تخدش في المنتخب لعيب روما شهيه طبعا تقل لإنتر دلوقتي الكورة مش معاه الراجل رايح عمال يجري ما بيهداش فانت نوعية اللاعبة دي اللازكوا في واحد منهم على الأقل في نص مالع ده كانتي ده كانتي وده ما توديه تماما وبوكبا كمان بوكبا لحد ما أقال سنة بس بيميل كش كروس بس مش طوني كروس لأ يا بوكبا برضو بيبقى يعني في الوقت ايه التريد ميل في الجيم فيها ثلاث سرعات واحد بيتماشى واحد كده بيجج وواحد بيرن تماما بوكبا بيجج لكن توني كروس بيتماشى بيتماشى بمعنى بيتماشى وبالتالي لو تعام عليك حجمة مرتدة خلاص انت يا جريد ولو تفتكر لما انا جلنا شرحنا في مطش المكسيك والمانيا والعمل قصوري لما حط ميجوي اللايون وحط لوزانو وحط كارلوس فيا وتشاشريتو قدام وتعب ألمانيا في نص ملعب كمان بهريرة وجوادرادو فانت هناك تتكلم على تيم أقل أكيد كإمكانيات باسنج وشوتنج من ألمانيا طبعا يعني توني كروس محدش يختلف عليه في الشوتنج شوف ربون عامل ازاي طبعا بس انت هيجي لك كام ضربة ثابتة في المطش ده السؤال هيجي لك كام فرصة ان انت تعمل سلو باس انما الفريق اللي قدامك بيجري بيضغط عليك بيضغط عليك بيضغط عليك بيضغط عليك الكورة وبالتالي شوفنا المكسيك بتعمل فرص كتيرة على ألمانيا أكتر ما ألمانيا عملت عليها نفس الأمر فرنسا أقوى فريق في البطول عنده خط وسط محدش ينافس فرنسا في خط روسط إلا بس البرازين ممكن خط الهجوم طيب خط الهجوم فلا بس هم نتكلم لو كان لا طبعا مبابي طبعا وانا شاف ان جريزمان وجيرو ومبابي وعثمان دامبلي اللي ما كانش موجود ولمرة تكتيكي ولمرة طبعا بس نتكلم على ان هو عدم الاستعانة بعثمان دامبلي زي ما احنا تكلمنا قولنا علشان قاطر الراجب الدفاعي لا بس عثمان دامبلي استحالة استحالة تحطه في المتخب بصراحة نوم برجاش هدافع أنا بقولك على شين كده بس اللي عملها البرشونس اللي فاتككك كتير هو بدأ اول لقاء مع فرنسا في كهس العالم بعد كده طبعا دي شامب بدأ ان هو يقول لا يعني المباراة التانية والتالتة هتكون صعبة محتاجين واجبات الفعالة كبيرة اكيد لا لا اما بص اي مانش بتحتاج فيه يعني لعيب جناح يرجع عثمان دامبلي اكيد طبعا يبقى اخر واحد ممكن تختاره لحد تنبابي لحد ما سعب يستغل سرعته وان هو بيجر كتير فبيرجع ويقف ممكن يحطي قصة واقف مش شرطه هو يخش في كرات صنعية بس انا بشوف طبعا فرنسا على الورق طبعا مرشاه عن أورجوي ولكن بصراحة كهس العالم ده ما يخلكش تحيط وتتوقع اي شيء كل الطاقات غلط اه ما تحاولش لفيه ظروف بتحصل وانا حتى بشبهه بمونديال 2002 في كوريا والإيطاليا بيبقى النهاردة الدنيا ماشى بطريقة معينة وبالتفاجأ انت ببعض الامور بتحصل في الماضيات بالضبط زي ماتش روسيا وأسبانيا ده بيفكرني بماتش كوريا وأسبانيا في 2002 وكوريا وإيطاليا طيب هل انتو شايف ان البرتغال خسرت بسبب اعتمادها على النجم الأوحد ولا البرتغال فنيا أقالي من منتخب أرجوي انا مقدرش يقول ان البرتغال بتعتمد على النجم الأوحد أورنالدو زي مثلا أرجنتين بتعتمد على ميسي بصراحة ميسي معا امكانيات اللاعبين أعلى بصراحة كمان من البرتغال لانا شوف العكس بصراحة يعني انا شايف ان الاسامي نمسك الاسامي في الأرجنتين خطر وسط كلمنا عن خطر وسط ساكم الهجوم في الأرجنتين اه أصل الهجوم في الآخر وعمرك ما هتلاعب ميسي وأجويرو في الجواين وديما رئيسي مستحيل فيه اتنين على الأقل هيخرجوا يعني انت أصدق ان الاسامي خطر وسط كلمنا عن خطر وسط خطر وسط في البرتغال أقوى بكتير من خطر وسط في أرجنتين بتتكلم برنادو سيلفا واندري سيلفا وجو ماريو ادى بعض المرونة في الباسنج وين هو يساعد ميسي وميسي يبقى هو واخد بس دور الهجومي لكن بنيج ما بيدافعش اللي بيعمل الدور ده شوية بريز ومبطاعة مسكرانه يعني بصراحة يعني المجاملة فاقت الحد وطبعا مسكرانه حتى انقذ نفسه بصراحة انقذ نفسه بعد المجيال لما اعتزل فبالتالي الصحافة ما هجمتوش خلاص الرجل مشي وانتهى وكذي اسمه فانت بتتكلم طبعا خط الوسط الارجنطيني استحالة بخطه وسط البرتغال فبالتالي بشوف لا اعتناليش على رونالدو ان رونالدو زي ما قلنا دعيب زاكي جيه في اخر 3 سنين رفض انه يلعب ليفتوينج خلاص بيرفض تمام ده وبيلعب سترايكر ليه عشان هو عارف امكانته بالانية حاليا تقدر تعمل الدور ده اه طبعا جدا شوفنا نهاردو بنزيمة قصدي بنزيمة ورونالدو في مرام مدريد في خطة اربعة اربعة اثنين اللي عملها زيدان كسبت مدريد ماتشوت كتير جدا وكان ثلاثة شامفينز ديجي خدهم اربعة اثنين اساس فيهم ان زيدان تثبت طريقة اللعب على اربعة اثنين كان مشكلته بس في اسكو وحلها في اخر موسم طيب نروح للمجموعاتنا او نكمل مع مجموعاتنا اللي احنا مشينا حلوة عليهم ومنتخب روسيا بيفوز على منتخب اسبانيا برقلات الجزاء الهدف الاول اونجول يعني كمان اسبانيا مش هلا حرازت الهدف وروسيا تتعادل بعدها عن طريق رقلات الجزاء ونروح لضربات الجزاء لكن قبل ما اخذك لحتة رقلات الجزاء عشان انا عندي كام علامة استفهم على مستوى اسبانيا في ضربات الجزاء هل انت شايف ان اسبانيا بالرغم من الاستحواز الكبير والباسس العالية اللي احنا تكلمنا فيها ان اسبانيا مررت تمريرات كتيرة جدا في اللقاء هل انت شايف برضو ان الاستحواز ده كان سلبي ولا قوة الدفاع الروسي مع مدير فني او كوتش عرف يدير المباراة بشكل عرف ياخد منه اللي هو عايزه وهذا سبب فوز منتخب روسيا او الوصول بمنتخب روسيا لضربات الجزاء اللي هو عايزها المدير الفن بص الوقت انا بشوف ان الحاجة الوحيدة كان ممكن روسيا تكسب بها اسبانيا هي فعن رد ترجيح كان صعب جدا ان روسيا تكسب اسبانيا في الجيم بلاي صعب جدا طمام فبالتالي انا بشوف اسبانيا اللي بتماطش مش وحش يعني اسبانيا بعد الهدف ضيعت فرص حتى لما روسيا جابت ضربة الجزاء لحد ما طبعا خطأ غريب جدا جدا من بكين ما بفهمش يعني وانت بتنط ليه بترفع ايدك بالشاك ده ونفس الخطأ عمله امتيتي منصف دور المجموعات فبتحس ان المدفعين برشيرونا وهم بينطه بيرفع ايدهم بطريقة يعني زايدة عن لزومة بالتالي انت بتمنح المنافس ضربة الجزاء من لا شيء انا بشوف ان روسيا طبعا كان محظوظة في ضربة الجزاء ايدا ترجع بها المبرارة وعملت ضغط بصالة الجمهور طبعا جاتوا مدفع وبدأوا يثبته اسبانيا طبعا لما وصلنا لي الشوت الاضافي بدأت تضغط وشوفنا روسيا خلاص بقى روسيا بترجع وبتعمل الزون ديفنس يعني عند خطة 18 بس اول برون اسبانيا ظلمت في ركل الجزاء كتواضحة جدا 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 لبكي وراموس مع بعض والحكم رجع للفار اللي عامل مشكلة في البطولة تقنية الفيديو وبص عليها وما فهمتش ني ما حسبهاش يعني كتواضح بحس كريم ان الحكم دايما ليبقى الموضوع جاي على كرامته ازاي يحسب قرار وارجع فيه صح لا يبص لا انا مش فتاش كده انا هلا بصراحة لا انا بكلم على الفار بشكل عام على تقنية الفار ان الحكم لما يروح يجوي يبص في كورة ضربة جزاء مية في المية طب يعني ازاي كرة السنغال كرة السنغال دي بالنسبة لك مستحيلة يعني كرة السنغال في ماطش كولومبيا في ماطش كولومبيا بالنسبة لها بالنسبة لها بص على الفخد في اهمال ضربة الجزاء ليه حاجتين ان انت النهاردة عرقلت او اهملت في الوقوة بتاعك شوف الفخد اللي مش لمس الكورة الاول لأ مالي لأ بص بص انا بتكلم معاك ان الحكم فان الكلام بيتقبض بص الكلمة دي خالي بالك ممطوطة اول حت لهم سكورة دي بالوقت مدافع استخلص الكورة من مهاجر وخدها وهو بياخدها طير رجل ترسب ايه؟ هتيجي تقول لي اصلاح خدت الكورة الاول لأ 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 فاول طبعا فنبص على الكورة بتاعت السنغال بص على فخد اللاعب بتاعتهم هتلاقي ان هو اهمل واللعيب السنغال مانيه اعطاق كان هو المهاجر بزر مانيه ساديو مانيه اتأثر بيها وقع دي من رضا بالجزاء انت شوف تها في الفور تاني نهاردة الكورة بتاع بيكي و بتاع تراموس في الكورة السابتة المدفع شدهم لف بيهم واضحة جدا بس انا احسيه بصراحة ان هو اتأثر بالجمهور على فكرة منتخب اسبانيا كان الان قبل المباراة من الحكم اللقاء لكنه بقى حكم اللقاء كان سبب في عدم احتساب ركل الجزاء طيب ركلات الجزاء انت شفت ان منتخب اسبانيا يعني ضايع ركلتين جزاء الدخية مكنش موفق هل انت شايف ان هيرو مكنش مستعد او ضرب لعبته بس مش ضربها بالشكل الامثل على ضربات الجزاء عكس منتخب روسيا وكان مكنش حضرت سينالي وفي دماغهم يصر لضربات الجزاء بصراحة انا متابعتش التمرين الاخير المتخب اسبانيا فمعراش هم تضربوا على ضربات الجزاء او اهيرو اهتم بيها او لا او اودها خمس دقائق بس يعني ساعات فيه مديرين فنين بيدربوا في رايتهم مدة نص ساعة من التمرينة لما بيدعبوا ماتش في النوك اوت او في خروج المغلوب اعلى ضربات الجزاء كتير بس واضح طبعا ان كان يعني روسيا متضربين كويس واللعيبة مركزة وضخية بصراحة ما اعرفش ليه ما استغلش طوله يعني حتى لما نجي نتكلم على كرواتيا والداني مارك ونتكلم على سوباستش وشمايكل طول الحارس طول الحارس ده بيخوف المهاجم ودخل شو انك بتتكلم على حارس فوق المئة وتسعين سانتي لما بيفرد نفسه على الارض بيغطي مساحة كبيرة من المرمى فملاحظش ان الدخية استخدمها بصراحة زي سوباستش وزي شمايكل فبالتالي هنقول بردو ستيل فيها بعض الحظ وفيها بعض التوفيق ومبروك لروسيا وهارض لك الاسمان معنا على التليفون الدكتور طارق الادور نائب رئيس تحرير جديدة الجمهورية دكتور طارق اهلا بيك اهلا بيك يا عمر واهلا بك كريم واهلا بيك يا دكتور وانا سعيد طبعا ان اكون في مداخلة معك طبعا دكتور طارق حضرتك بتمتعنا بارائك الفنية التحليلية يعني بناخد رأيها دايما فيها في كأس العالم والبطولات بشكل عام لكن بينفعش ان دور 16 يكون في مفاجآت ودكتور طارق ما يكونش موجود معايا رأي حضرتك في دور 16 والمفاجآت في خروج المنتخبات الكبيرة ومنتخبات زي روسيا وزي أورجوي تتخطى البرتغال وتتخطى ايضا منتخب اسبانيا وكرواتيا كانت يعني قابقة وسينا وانا من الخروج امام منتخب الدينماك لولا ركلات الجزاء واللي حراك عارف اكيد بكونها دور كبير جدا محظفية اهل منتخبات اه تمام صح انا بس عايز اعقب على حاجة عشان ادخلت معك وعالهوى اسمعت بتاعت الدريب على ضربات الجزاء تمام اه يعني بص انا عايز اقولك الحاجة بمونتها الامانة حقيقة اه ركلات الترجيح بشكل خاص موضوع يعني بيعتمد على عوامل كتير قوي وربما ما يكونش منها يعني ان هو لازم يكون في تدريب حتى لان التدريب ممكن فرق بتتطرن كتير عليها وبرضو تبقى لازالت المحك الحقيقي في ركلات الترجيح هو انك تلعبها في الاجواء بتاعتها هي اجواء المباراة نفسها المتاهبة ان انت تبقى حاسس انك بتلعب ركل الترجيح هتحدد اما صعود منتخب لدور الثمانية او خروجه خالص من كاس العالم يعني انت بتخلن واحد بيقدم على ركل الترجيح يكمل يا بكرة متافر بكرة الصبح على المطار فالموضوع في عوامل كتير قوي 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 ومهما انت اتمرنت في تدريبة مقفولة ويضوب كده بس النعيبة اللي بتتمرم مع بعضها اه طيح بتسجدك وبتخليك برضو تاخد قرار في الزاوية اللي هتقدد عليها او تخليك تاخد القرار في ان انت هتلعبها ازاي او الكحارص مرمة يقعد يدريس بقى الاهم من 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 التجريبات دي بشكل خاص هو اللي حتى بيحصل قبل ما العيب تسوط بركلة الترجيع او ضربة الجزاء وتشوف كده مثلا اللعيب ده في الغالب مثلا شاط عشرين اه ركلة اه جزاء ومنهم مثلا 18 واحدة في الدولة البيت والتين بس في الدولة الشمال وبتبقى عرضية فالدي اللي بتبقى محل دراسة الجهاز الفني اكتر ان هو التمرين بحد ذات وانا بقول يعني ان دائما العقلات الترجيح مش عارف ليه دايما او في الغالب اذا كان فريق ايه في المباراة الاصلية ووقتها الاضافة اه وفريق هو المميز فنيا اكتر دايما ان دائما كانت ترجيح تدين للاقل فنيا مزموط 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 طبعا ما انا كنت اقول لي حضرتك طبعا منتخب مصر منتخب محمد صلاح منتخب مصر محمد صلاح والمنتخب الارجنتيني فريق ميسلي والمنتخب البرتغالي فريق كاليستان رونالدو ومنتخب الارجنتيني ماركي حتى يسمى فريق كراستان اريكسن يمكن انه ظهر اكثر من لاعب توتنهام اه 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 اللعب توتنهام هو اللي كان يعتبروه برضو من ضم فرق الليجم الاوحد وطبعا روبر اللي باندوه في فولندا فرضو كانوا يسمون فريق الليجم الاوحد خرجت فولندا خرجت مصر خرجت الارجنتين خرجت البرتغال والنهاردة كمان خرجت الدنمارك اللي هي خارجت فرق النجم الاوحد فريق فريق الخامسة خرج ما عايز اقولك ان البرتغال في الانف يعني ما تعتبرش مفاجأة اوي يعني اورجواي قطع يحن لشكل المباراة ان هي كانت فنيا اعلى في سبس تاني فريق البرتغال اضع فرص كثيرة وكان هو خلى المنتخب الاورجواياني يسقط كل نصر لعيب بنصف ملعبه لكن من واقع مستويات اداء البرتغال كده في الفترة الاخيرة يا فريق الليجم الاوحد وحتى لما بيكون كريستانو رونالدو مش في الفرمة بتاعته او مش مستوى الفريق بيبقى مستحلته وبالتالي كان خروجه امر طبيعي يعني المنتخبين اللي هما الارجنتيني والبرتغالي بمجمعهما الكبيرين طبعا كريستانو رونالدو وميسي اغلى من الناس هنا اعتقد كانوا هم المتبايدين كانوا بيتوقعوا خروج الفريق بكرا ان شاء الله تفضل حتكتب كامل تفضل يا دكتور كامل فعايز اقولك ان ركلات الترجيح ما تقدش تعرف راحة فين نعضى مباراةين بركلات الترجيح واحدة منهم كانت بالطريق الاقل فنيا وهي في مباراة اسبانيا وروسيا اللي كل الناس شايفت طبعا ان اتخذ اسبانيا كمتفاوض فيها فنيا والمباراة الاخرى كرواتيا الدانوار كتانس فيها الفريق الافضل فنيا نوجد نظر الكرواتيا مقدمة مونديال جيد وعندها لعيبة مميزة والذي تتحارس النهاردة طباشيتش اللي قدم مباراة دي لقاوي وطب تلت ركلات بكرا ان شاء الله يكون في مباراة البرازيل والمكسيك تتيع لعب اوزاري وبالتالي هنشوف مباراة فنية عالية جدا فوز امام اليابان بص عودنا المونديال ده ما تقدر من ابدا خلاص المستويات تبقى عريبة جدا يعني حتى انت بتخيل اللي طلعت اصلا قبل الجولة الاخيرة زي كوريا الجنوبية كسبانا المانيا باطل العالم تلاقي مثلا المنتخب الفولندي بعد اما خلاص ركب الطيارة حقق اخر فوز الاول فوز في المباراة الاخيرة فانت ما تصرش تتوقع بالزاد مع فرقة انا شايف ان لو انت سألتني دلوقتي من هو افضل فريق تكتيكيا وفنيا بيلعب بشكل جماعي انا اقولك وارد عليك اقولك المنتخب المستيكي على رجل المصارة الثقيلة في الجولة الاخيرة والدام سويدو والمصارة يعني 3-0-3 اهداف لكن انا شايف المنتخب المستيكي فريق قدم لنا كورة حلوة المثلث الهجومي بتاعه شاريتو كفيرها من هرناندن وكارلو سيلا ولوزانو 3 عيبة دول الحقيقة من افضل لعيبة في المنديال تنفيذا للهجمة المرتدة هجمة المرتدة بتطلع طاعة تمرير او اثنين فيوصل بالمرمى بيضيعوا فرص كتيرة من خلال هذه الهجمات المرتدة ممكن يبقى عندهم الفرصة في هذه الهجمة لو محرصش المنتخب البرازيلي واندفع للهجوم هتكون المكسيك عندها فرص كويشة جدا في الهجمات المرتدة المباريات البرازيلي دايما تتحل بانها مباريات قوية رغم ان يتم من قارتين مختلفتين مكسيك من الكونكا كاف ده امريكا الشمالية والوسطى والبحر الكريبي والبرازيل من امريكا الجنوبية لكن بيلتقوا كتير اوي في كوبة امريكا دايما كوبة امريكا بيتبقى 12 فريق 10 من امريكا الجنوبية لمنتخبات العشرة و2 بيجوا من امريكا الشمالية غالبا بيكون مكسيك واحدة منهم فبيلعبوا كتير اوي في كوبة امريكا يعني منهم من قارتين مختلفتين لكن كتير اوي بيلعبوا في الكوبة امريكا وبالتالي هيا مباريات تربي قوي جدا في المنطقة بتاعة امريكا الشمالية والامريكا الجنوبية اعتقد انها مباراة في الملعب بلجيكا واليابان بلجيكا واليابان بقى طبعا بص حولك الحاجة انت مسألتنيش بس انا قلتلك لو سألتني في افضل فريق تاكسيكيا في كوريا منتخب المكسيك اسف اه انما لو انت سألتين من هو الفريق الاكثر حجدا للنجوم والفريق اللي انت ما تقدرش تقول انه هو فريق النجب الاوحد كل اللعيبة بمستويات متقاربة جدا حولك المنتخب البلجيك شوفناه قدام انجلترا بيلعب تقريبا احداشر لعيب مختلفين تماما يعني بستقحر في المرمى يمكن كردوا اه كردوا وكان بياتا واعتقد واحد بياتا فقط اثنين لعيبا من ال 11 لعب الاساسيين صب انما تسع لعيب ابو دلاء تحس ان الفريق مسك بقضه وتلاقي يعني غب لوكا كنت واتش واي يعني غب ميرتنز تلاقي يعني تلاقي يعني 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 نعيبة كتير اوي موجودة في المراكز المختلفة بتغطيلك بمنسب يعني فرؤات دايما الاساسي والاحتياطي لازم يكون فيه فارق طبعا بسه ما ما يكونش مثلا الاساسي 80% والبديل 40% تلاقي الفارق كبير اوي في المنتخف لا لو جبت منتخب بلجيك بين الاساسي والاحتياطي ده مثلا 85% تلاقي ده 75% فارق 10% صحيح جانب الجسار الياباني تقدم حروضة كويسة جدا واحد من الفرق اللي هي الاعلى بدنيا في البطولة يعني 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 فريق الاكثر اكتمالا في النجوم وفريق من اعلى الفرق بدنيا يعني تاقي ان هو من اكثر الفرق اللي بتعمل كيلومترات في الملعب اللعيبة كبيرة جدا من لزم اللعيب اليابان فبرضو مباراة ترجح فيها كيف كافة بلجيكا جدا لكن لا يؤمن جانبها زي ما قلنا بالضبط على البرازيل الدكتور طارق بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا دايما بتمتعنا برؤية تحليلية على اعلى مستوى ودايما يعني الارقام والاحصائيات دكتور طارق الادور نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ارجع ليك تاني يا كريم ومبارايات بكرة ما بين البرازيل والمكسيك شوفنا المكسيك ست نقاط فوز في مبارتين لكن بنتفاجئ بخسارة بثلاث هداف امام المنتخب السويدي البرازيل بداية اولى امام المنتخب السويسري تعادل فوز ثم فوز مرسله هيغيب عن البرازيل في لقاء بكرة شايف ان ممكن اي مفاجآت تحدث في مباراة البرازيل والمكسيك لا وطبعا لو بتتكلم على مفاجآت ورد في كل المنشاط زي ما امتلك هكيد خلاص وطبعا تيتشي واسوريو همتكلم واجهة فنية قوية جدا جدا وزي ما قلتلك المنتخب المكسيك من احسن المنتخبات اللي لعبت في الدول الاول بعيدا عن الخسارة قدام السويد السفر ثلاثة انا بشوف المكسيك المنتخب الوحيد فعلا الممكن في الوقت الحالي يقدر يعمل مفاجآ قدام برازيل مشانينيسا البرازيل برضو زي ما قلتلك خط الوسط بتاعهم قوة جدا من الكالي على كازميرو ومن كالي فرناندينيو وطبعا معهم كوتينيو هو اللي بيعمل دور البلايميكر وساعة حد ما ممكن اه في بعض الخلاف بشوف وما بين كوتينيو ونيمار في الدور يعني مار برضو طبيعة لعبه انه بيبدأ في الليفت وينجي وبيخش على قلب الملعب وعمق الملعب نفس الامر في كوتينيو كوتينيو تحس هو متضرب من الامر ده من ميسي وبرشنون بس يعني فالفيردي بيحاول يحلها بس طب تكلم برضو البرازيل فرقة قوية جدا وليان رايت وينج قدام وبنلعب على مهاجم خيسيس ونيمار ورام كوتينيو رباعي برضو يعني قوي جدا الدفاع تتكلم على ميراندا وتياجو سيلفا وفليب لويز وحتى دانييلو برضو لما راح الستي لحد ما شم نفسه وحارس أليسون فرقة قوية جدا طبعا على فكرة البرازيل دلوقتي بقى عندها ميزة انهم بقى عندهم حراسة مرومة قوية جدا قبل كده نفتقد ان البرازيل عندها عيب في حراسة المرومة معيني والله بشوف إدريسون أحسن أليسن يعني الناس بتحبوا أن أليسن مصنف البرازيل هو الأول انا بشوف إدريسون لأحارس السيتي هو أفضل منه وشوفنا أليسن يعني معرومة في الشامبينز دي ما كانش قوية طيب احنا بنتكلم أكيد عن كاس العالم ومنتخب مصر وعن المدير الفني القادم فهنروح ونسمع ونشوف تقرير مع النقاد الرياضيين عن رأيهم في المدير الفني القادم للمنتخب الوطن تمام المرحلة الحالية اللي بتمر بيها كرة القادم المصرية مرحلة صعبة جدا بتحتاج للمدير الفني أجنبي على مستوى عالي لابد أن نجرب مدرسة كراوية جديدة احنا جربنا المدرسة الأرجنتينية متمثلة في مستر كوبر والمدرسة دي قبلت بلاء حسن يعني صعدنا للأمم الأفريقية وصلنا للمركز الثاني وصعدنا لنهاية كاس العالم لا بأس به لكن في النهاية النتائج ما كانتش مرضية في بطولة كاس العالم فبالتالي محتاجين نجرب مدرسة جديدة مدرسة تتناسب مع كرة القادم المصرية نحتاج مدرسة برازيلية مدرسة ألمانية احنا يمكن جربنا مدرس كتير سواء في أنديتنا الأهلي الزمالك الأندية الأخرى جربنا مدرس كتير وعندنا نمازج لمدربين نجحوا مع كرة القادم المصرية على رأسهم المدرسة البرتغالية نجحت نجاح باهر مع كرة القادم المصرية أتمنى أن نشوف مدرب يأخذ منتخب مصر في فترة جاء بفكر جديد فكر هجومي فكر اللي هو بيحتاجه جمهور كرة القادم المصرية التغيير الآن صحيح لأنوان الرئيسي مدير فني علامي بقى زي ما سألتني بطاقم كامل لكن أيضا نريد مدير رياضي للتحاد الكرة مدير فني ليش مدير فني جاي عشان يدي رخص وممنوع يكلم الفريق الأول رغم أنه صدقنا محمود سعد لكن فرضت عليه وبالتالي أعتقد أنه هو ده التغيير المأمول ليست فريق بفريق أو نجوم بنجوم ولا إدارة فنية لكن اللي هيجي دلوقتي وبحسبة بسيطة هو قعد لشهر ستة بس لأنه حتى مع أنه نحن خسرين ماتش مع تونس في تصفيرات أفريقيا لكن أظن معنا سويزلاند وفرقة كمان مش فكرة إذن تستطيع أن تصعد مع تونس طيب هيروح أمم أفرد هل يملك نفس ما حققه على كل يعني كراهيتنا الكراوية للرجل بنشكره طبعا عم اسمه إيه كوبر هل يملك أن يلعب النهاية طب إذا لم يلعب النهاية كيف سيكون التقييم المنتخب مصر محتاج مدارب أجنبي إن إحنا بنتكلم عن مدارب وطني إن إحنا تحت الضغوط دي كلها مش هينجح المدارب الأجنبي هنقول ما هكتور كوبر جيو هكتور كوبر خد فرصده وكنا كلنا على قناعة أنهم مش عامل حاجة وكنا مصممين عليه هنتكلم أن فيه مطشين أفريقيا تصفات خلال شهرين الجايين دا كله ما أعتقدش أنه يفرم ممكن يجيب مدارب دلوقتي ينضم الجهاز أجنبي ويبدأ يساعد زي ما كابتل أسامة لابين مع هكتور كوبر شوف مدارب شاب قادر على أنه يكون عادل وفير مع اختياراته في جميع اللعيبة وساعد الجهاز الفني الأجنبي أعتقد بص من نهاية ما فيش مدارب وطن ينجح ومتخب بص جروبة كابتل حزر الشحادة كانت مرحلة وعدت مع اللعيبة اللي كانت مع نما لو كان كابتل حزر الشحادة ما احترامي لي بالجيل الموجود وكان شهيد ويعمل حاجة في البداية خلينا أقول لك أن أي مدير فني هتولى المسؤولية خلف ميستر كوبر سواء كان مصري أو أجنبي هو هيارس تاركة سقيلة جدا لأنه للناس زعلانا النتائج مخيبة للأمال في كاس العالم أين عموصلنا بعد 28 سنة بس فيه فرق أقل مننا قدمت مستويات أفضل فأعتقد من وجه نظري هو المدارب الأجنبي هو الأفضل في الفترة اللي جاية أن المدارب المصر مش هيقدر يستحمل الضغوط مش المناخ العام في مصر أو في اتحاد الكور عموما مش هيقلو مناخ صحي أنه يقدر ينجح لأنه عارف أنت عندنا نوع من تصفية الحسابات شوية نوع من كل واحد عايز يجيب الشلة بتاعته فأعتقد أن المدارب الأجنبي هو الأفضل في الوقت الحالي بالنسبة للمنتخب مصر أنا كان نفسي مصري بس هو خلاص أجنبي والتم السخير خلاص نوع أجنبي دلوقتي أعتقد رينارد هو اللي فيه مفاوضات كبيرة معاه الملف كل مؤجن لحد ما يشوفه رينارد وعودته في المفاوضات معاه رينارد هو رقم واحد دلوقتي على أولوية اتحاد الكورة بعد رينارد فيه أسماء تانية كتير مرشحة بس هو رينارد هو الترجي بتاع اتحاد الكورة دلوقتي أعتقد أنه اختير كويس ويريد يتم فعلا مدارب كبير مدارب بضرر يعني برضو قدر يعمل لجاحات كبيرة جدا وقدر مغرب بشكل كويس ومغرب ظهر بشكل كويس ياريت رينارد أعتقد لو بس فيه يعني فاشل رينارد ياريت يتم التفجير في التاني في المدارب المصري فيه مداربين كتير جدا قادرين أنهما يعني ظهروا بشكل كويس جدا مع المنتخب ترجمة نانسي قدرين أولا 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 هو أولا أولا مصدر من ففا العالم 2018 اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع ضيف وضيف حضراتكم الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلاكورا.com كريم مباراة بلجيكا واليابعن هل انت شايف ان ممكن اي مفاجآت تحدث تاني هقولك مفاجآت بنتكلم على الورق بلجيكا ان شاء الله يعني تثبت مستواها دائما في شمع مفاجآت بصراحة المجيكا فعلا بتتكلم واحدة يعني عندهم فرقة السية وفرقة بديلة في المونديال يعني قبل المونديال قبل نتكلم ان المانيا كان عندها تلات فرق يعني شفنا المانيا فقال وخيم لوف في التصفيات لعب بتلات فرق مختلفة وقدر يصعب بس طبعا في المونديال برضو كان في بعض المجاملات في المنتخب الألماني خصوصا فيما يخص حرص المرمى ومانو النوير كان مصاب طول الموسم وتريشتيجي العام موسم ممتاز مع برشلونة ومالعبش فانا بشوف لقبل جيكا يعني تقدر طعم في الأساسية تتخطى اليابان واليابان برضو بصراحة تغلت حاجة يعني بتحصلش عمولنا مش منها في حياتنا ان فريق بيصعد يعني بفرق زرق يعني كريم يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا شرفتني ونورتني واستمتعت بتحليلك وأكيد هيكون معنا لقاءات تانية كتير عشان تمتعنا بتحليلات كنا معا حضراتكم من الساعة عشر والحد الساعة اتناشر كنضيفي وضيف حضراتكم الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورا.تكام وتكلمنا معاه عن رأيه في دور الستاشر في كأس العالم روسيا 2018 بكرة ان شاء الله هنكون مع حضراتكم في نفس المعاد من الساعة عشرة لا بكرة هيبقى ملك وكتاب ان شاء الله هيعود عشان يبقى الاتنين والخميس هنبقى مع حضراتكم بداية من يوم الثلاث من الساعة العشرة حتى الساعة الثانية عشر ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الثلاث في لقاءات جديدة في كأس العالم نشوفكم على خير على قناة الأهل تصبعها لخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة